اشتركوا في القناة دي ترمي اول علوم فيالله بينا كده اقوى هتفوت المراجعة دي من ايديك فرصة ان احنا بنرجع مرة تانية وباللف على دروس المنهك سريعا وطبعا المراجعة دي احنا هنبدأها من اخر درس الاول درس يعني هتبقى مش بالترتيب من الاخر للاول بقى مش هي يعني مش من الاول للاخر لا هنبقى من الاخر للاول فده اخر درس عندك هنعمل عن المراجعة وبعدين نيجي للي قبله وبعدين للقبل لغات ما نوصل للدرس الاول ان شاء الله يلا بينا كده نبدأ بسم الله اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة رقم واحد اي من الانظمة البيئية التالية يتأثر بشدة بغياب احد الانواع الموجودة فيه طالما قالك يتأثر بشدة هل البحر المتوسط الغابة الاستوائية الصحراء الكبرى غابة الابد طالما هو يتأثر بشدة بقى ده نظم بيئي بسيط النظمة البيئي بسيط كان مثال على ايه كان عندك الصحراء كانت نظم بيئي بسيط بقى نقول له الاجابة عندك رقم جي عندي بعد كده رقم اتنين ادرس السلسلة الغذائية التالية ثم اجل السلسلة دي بتبدأ بنبات اخضر اهو النبات هتيجي تاكله الجرادة الجرادة هيجي يأكلها الضفضع الضفضع هيجي يأكله التعبان التعبان هتيجي تاكلها البومة يجي لك اي الكائنات في السلسلة الغذائية السابقة يعبر عن كائن منتج لكائن المنتج وانت مغمض هيبقى النبات الاخضر لان ايه سلسلة بتبدأ بكائن منتج سواء نبات لو هو على الارض او بتحالب لو هي في الماء طيب رقم اتنين ماذا هيحدث للجراد اذا اختفت السعبين الجراد اللي يحصل لو لو التعبين دي اختفت قالك الجراد عدده هيزي بتاعدة الجراد هينقرد الجراد ايه هينقرد يبقى لو التعبين اختفى عدد الضفضع هيزيد فلما عدد الضفضع يزيد هيقضي على الجراد في امتهى فيبقى هنا إلا هيحصل للجراد هتقول له ينقرد الجراد او يختفي الجراد يبقى اذا هنا بقى نشوف الاختيارات بتاعتنا هيجي يقولك ماذا يحدث للجراد اذا اختفت السعبين يبقى هنقول له لا يتأثر لا ازاي الكلام ده تنتهي حياته بالموت ولا تزداد اعداده وتستمر في الزيادة ولا يصبح كأنات منتج إذا انتهي حياته بالموت هيموت يعني هنقرد عندي بعد كده رقم ثلاثة يجي يقول لك ايا من الاختيارات الائتيا يشترك فيها كبشة قروة وطائر ابو منجل انت عندك كبشة قروة وطائر ابو منجل ده حيوان وده طائر مهددين بالانكراد اللي اثنين كلهما من الساديات ولا كلهما من الطيور ولا كلهما مهدد بالانكراد لنفس السبب ولا كلهما له نفس الموطن انت عندك هما كلهما مهدد بالانقراض اه بس مش لنفس السبب يعني سبب تهديد ده بالانقراض غير سبب ده يبقى ازا دي هنبقى نستبعد عشان كلمة لنفس السبب يبقى ازا الحاجة الواحدة اللي هما مشتركين فيها ان هما كلهما لهم نفس الموطن لان دول من كائنات البيئة المصرية من كائنات البيئة الايه المصرية طيب عندي بعد كده بقى ليجبها تبقى رقم دي فالاندي بعد كده رقم اربعة يجيه لك التتابع التالي يوضح خمس كائنات حية في السلسلة غذائية. تبدأ هي اي بي سي دي اي اي اللي اختيارات تعبر عن كائنات مستهلكة? طبعا احنا عارفين ان اي سلسلة غذائية بتبدأ بكائنات منتجة وبتنتهي بكائنات محللة خلاص كده زي البكتيريا والفطريات ويبقى ازا اللي في النص دول بقى كائنات ايه مستهلكة? الكائنات المستهلكة دي لما بتموت تجيه الكائنات المحللة حللة فهنا بقى الكائنا المستهلكة دي تطلع مين? يبقى احنا هنستبعد رقم اي ده? لان دايما اي سلسلة بتبدأ بكام منتج? يبقى اي دي مش تابعة. يبقى انا اختيارات يبقى في التانين ده. هل هي هتبقى ايه? هنا فيها ايه هستبعد ايه? خلاص انتهت اول اختيار غلط. هنا برضو الاختيار التاني في حرف الايه هستبعده. يبقى انت غلب برضو. لان ايه ده كام منتج مش مستهلك. وهنا عايز كائنات مستهلكة بس. هنا برضو في حرف الايه? هستبعده. يبقى انت برضو مش تابعة. يبقى الاختيار الواحد اللي ما فيهوش حرف الايه هو دي الصح. اللي هو بي وسي ودي. دول اللي اختيارات صحي. بقى ليه جابت بقى رقم دين? ليه اللي ان دي كائنات مستهلك. اما ايه ده كام منتج? اي سلسلة اخدها قاعدة كده بتبدأ بكام منتج. عندي بعد كده رقم اه اتنين. يقول لك في ضوء معرفتك بالسلسل الغذائية. في ضوء معرفتك للسلسل ايه? الغذائية. كون سلسلة غذائية من الكائنات الحية الاتين. طب انت عندك هنا صعبان نبات اخدر بوما ضفضع جرادة. انت عندك هنا اي سلسلة بتبدأ بكام منتج زي النبات او التحلب. بقى رقم واحد هيبقى النبات. بعد كده رقم اتنين. رقم اتنين النبات هيجي هيجي ياكله الجراد. يبقى رقم اتنين يبقى الصعبان رقم اربعة والصعبان هتيجي تاكله البومة اخيرا اللي هي رقم خمس. بقول لك ماذا يحدث لهذه السلسلة عند غياب النبات الاخدر? لو النبات مات او اختفى هنقول له هيموت الجراد وبالتالي تموت باقي الكائنات. ويحدث خلال في التوازن البيه. يبقى الجراد هيموت وهيتموت باقية الكائنات. لان باقية الكائنات خلاص انتهت كله بيوصل لبعض فما فيش. طيب. طيب ماذا يحدث لو اختفت البومة? البومة كانت بتاكل الصعبان. يبقى ازا هيزيد عدد السعبين فيقضي على الضفاضع والجراد. ويختل التوازن البيه. طيب. دي كده المراجعة بتاعت الدرس الاخير. تعالوا كده يلا. نتنقل على الدرس اللي قبله. طيب عندي بعد كده يجي لك اختر الاجابة الصحيحة. الى اي الانواع التالية ينتمي الديناصور? الديناصور ده بينتمي الى ايه? الصديات ولا الطيور ولا الزواحف ولا البرمئيات. انت عندك الديناصور هنستبعد السديات. ليه? لان انت عندك السديات هي التي تلد وتردع صغارها. يبقى ازا السديات بتولد. اما الديناصور انت كنت تخذت في الحفريات المتحجرة كان عندك حفريات بيض ديناصور. يبقى ازا الديناصور بيبيض. طالما بيبيضي بقى انا هستبعد السديات. طيب. هستبعد الطيور طبعا. هستبعد البرمئيات. يبقى ازا انت عندك الديناصور من الزواحف. الديناصور من من الزواحف. طيب. يبقى ازا خلي بالك من الحتة دي. اما لو قال لك الماموس. الماموس ده من الثديات. يعني ساعات فيه سؤال يجي يقول لك ايه? يقول لك من الكائنات المنقرضة قديما. لو قال لك من الكائنات المنقرضة قديما هتقول اي واحد فيهم الديناصور والماموس. اما لو جي يقول لك ايه? من السديات المنقرضة قديما هو هتقول للديناصور. لان الديناصور مش بالسديات. خلاص. مرض الديناسور من من الزواحف. طيب اما لو قال لك من الزواحف المنقرده قديما يبقى تقوله الديناسور. خلاص كده خلي بالك من الحتة دي. طب عندي رقم اتنين. اي الكائنات التالية يمكن ان تتكون لها حفرية قالب. قنديل البحر البعوض ديدان الارض القواقع. طيب انت عندك هي عشان الكائن يتكون له حفرية لازم لها شروط لازم يبقى وجود هيكل صلب. فعندك القنديل ده كائن رخو. وفي او دعامة. بازم ده مش هتتكون له حفرية نستبعد. عندك البعوض دي من الحيوانات لا فكريه برضو لانها من المفصليات حشرات. يبقى ازا طلو ما فقاش. فكريات يبقى ازا برضو هتتاكل خلاص هتتحلل مش هيبقى لها حفرية. عندك ديدان الارض كائن رخو برضو. ملوش دعامة يبقى ازا برضو مش هتكون له حفرية. طيب يبقى ازا الاجابة عندك رقم دال. عندي بعدك ده رقم تلاتة. لك الشكل المقابل يوضع عمر خمس حفريات لكائنات فكريه اولية اختر ما يمثل الحرفين دال وهي. انت عندك ده طبعا عمر الحفرية بملايين السنين وعندك دال كائن الحي. ومديك هنا الف با جيم دال هي. انت عندك الكائنات الفكريه لو جينا ناخدهم هتلاقي اول مظاهرة من الفكريات كانت الاسماك. دي كانت اول مظاهرة من الفكريات. يبقى دي هتبقى اكبر. وبعدين البرمائيات. وبعدين الزواحف. وبعدين كانوا اخر حكتين زهروا مع بعض الطيور والسديات معا. خلاص كده. يبقى انت عندك اول مظاهرة كانت الاسماك. وبعدين البرمائيات. وبعدين الزواحف. وبعدين الطيور والسديات معا. يبقى دال وهي هتبقى طيور والسديات معا. ولذلك عمرهم متقار. يبقى طيور والسديات معا. فينا الطيور والسديات معا. هتعندك هنا. اه السديات والطيور يبقى هي اول الاختيار. يبقى الطيور الاولية والسيدات الاولية يبقى الايجابة تبقى رقم الف. الايجابة عندك هتبقى رقم الف. طيب عندي بعد كده رقم اربعة. يجي يقول لك انظر. الى الشكل المقابل ثم اجب اي الطبقات تحتوي على معدن السيليكا. طبعا الشكل اللي قدامي هو. عندك هنا ايه بي سي دي طبقاتها هي. تحت بعضها هنا حفريت فورومنفرا حفريت بيضو ديناصور حفريت اركيوباتريكس حفريت انفاكي ديدان. يقول لك ايه الطبقات تحتوي على معدن السيليكا. اللي فيها معدن السيليكا. اه. عندك اللي فيها حفريت متحجرة. الحفريت المتحجرة عندي زي بيضو ديناصور. خلاص? يبقى ازا الطبق ارقم سي. هي اللي هتبقى فيها السيليكا. خلاص كده لاني بردو دي بتكون فال اخشاب المتحجرة. يبقى عندك الاجابة عندك هتبقى رقم جيم. عندي بعد كده رقم اتنين. ايه الطبقات يحتمل انها تحتوي على بترول. يحتمل انها تحتوي على بترول. اللي فيها بترول طبعا البترول ده اول ما تلاقي كلمة بترول بنظهر على حفريتين. بنسموهم حفريت دقيقة. حفريت الفورم نفرة والراديولار. يبقى اللي فيها الفورم نفرة دي اللي هتلاقي فيها بترول. يبقى رقم دي. رقم دي هنا ليه دال. يبقى ازا الاجابة هتبقى رقم دال. عندي بعد كده رقم ثلاثة. يجي يقول لك اي الطبقات يحتمل انها تحتوي على حفريت اخشاب متحجرة. اخشاب متحجرة. انت عندك هتبقى معها بيض ديناصور. وسن ديناصور واخشاب متحجرة. ببرضو الطبق ارقم سي. بقى اللي جابة هتبقى رقم جي. خلص كلا؟ تمام. طيب نكمل.